تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها وثوابها عند الله عز وجل ويعظم أثرها في الدنيا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار كما في الصحيح وجاء في الحديث الآخر حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ولذلك من معتقدنا أنه يجب على الإنسان أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة البشر أجمعين حتى على محبة النفس حتى على محبة النفس كما ورد ذلك في حديث جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر بأمور أولها بمتابعته صلى الله عليه وسلم فكيف تزعم أنك تحبه وأنت لا تتابعه وقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والأمر الثاني مما تظهر فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته بحيث إذا جاءنا أمر من أوامر صلى الله عليه وسلم بادرنا إلى امتثال ذلك الأمر وإذا جاءنا نهي فإننا نتقرب إلى الله عز وجل بترق ما نهى عنه كما قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وكما قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكما قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليهم ومن مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم ترك الابتداء وعدم التقرب لله عز وجل بعبادات لم يشرعها هذا النبي الكريم فكل عبادة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتركها المؤمن لأن هذا من مظاهر محبة هذا النبي الكريم قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي أنه مردود عليه غير مقبول عند الله عز وجل وقد قال صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة كما ورد ذلك في الحديث الصحيح وكذلك من محبته صلى الله عليه وسلم أن نتواصى على قراءة سنته وسيرته كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما هي الآداب التي أرشد إليها عند حدوث الحادث الفلاني عندما تقع الواقع أو الشيء الفلاني ما هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر فالحرص على قراءة السنة النبوية والسيرة النبوية فيها دلالة على محبة هذا النبي الكريم ولا يحسن بالعبد أن يخصص ذلك بليلة من الليالي بل يجعله لجميع ليالي سنته أما تخصيصه بليلة واحدة من ليالي السنة فهذا ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا مما يناف المحبة التي تكون من المؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم لأن المؤمن حريص على أن يقرأ السنة النبوية والسيرة في جميع أيام سنته ولا يخصها بليلة أو ليلتين من ليالي السنة كذلك من علامات محبة هذا النبي الكريم أن نذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم وأن نبين للناس الصفات الجليلة التي اتصف بها كما قال تعالى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَكَمَا قَالَ سُبْحَانَهَا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ونحوذ ذلك من النصوص وكذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم نشر سنته ودعوة الناس إليها فإن هذا العمل ينطلق من محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهكذا من محبته صلى الله عليه وسلم الاشتغال بذكره وذكر طريقته في المجالس الخاصة والعامة يتقرب المؤمن بذلك لله سبحانه وتعالى كذلك من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالهدي النبوي الكريم في جميع الأمور فالمقصود أن مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وأنبهنا إلى أمر وهو أن الواجب على الإنسان أن يلتفت إلى ما في قلبه أن يلتفت إلى ما في القلب فإن الحرص على متابعة الهدي الكريم فيما يتعلق بالنيات أولى من متابعته في مجرد الصورة الظاهرة مع اختلاف النية نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر